ما إن عندنا عيد القيامة المجيد وشم النسيم سابق شهر الرمضان يعني هيجي قبل الرمضان فاصل بينهم من بعض أربع تيام مزبوط تحديداً أو تلات تيام الوزارة بعملت توازن ده ازاي؟ يعني إحنا نازلين بمعرض أهل الرمضان إن شاء الله إمتى بإذن الله فيه أهل الرمضان بدأ من يوم عشرة أربعة ومستبال إلى عشرة خمسة لحد نصف رمضان تمام يعني إحنا عندنا شهر كامل أيوة أهل الرمضان السعدادات بقى ضمن أهل الرمضان لشم نسيم وعيد القيامة تمام هو مبدئاً إحنا بالنسبة لنا كوزارة تتعامل مع المية مليون مسلم ومسيح ولو فيه يهودي إحنا بالنسبة لنا ما بيفرقش ده مواطن لازم يلاقي المنتجات بتاعته موجودة فبالتالي إحنا بنوفر المنتجات لمية مليون مواطن إحنا بنحسب استهلاقنا على مية مليون طبعاً لما بيكون زي ما حدق تفضلت فيه مناسبات اجتماعية خاصة زي في الأعياد المسيحيين اللي بيفطار فيها بيزيد الاستهلاك اللحوم شوية وبنبقى عاملين حسابنا وممكن يزيد الشم نسيم ده محتاج السمك الشم نسيم طبعاً السمك ونبتدي نتابع حركة السمك والمزارع وإذا كان فيه استيراد بتابعينه أنا مش عايز يعني أصعب الدنيا على الناس إحنا شايفين المنتج إذا كان منتج محلي وهو بزرة بتتزرع لغاية ما تبقى الطماطم دي لو خدناها مثال كده بيتعلبة صلصة اللي احنا بنتكلم عنها بأربعة جنيه ونص دي لازم أبقى شايفها أنه هي لسه بزرة وزارة الزراعة بتديها للمزارع عشان يحطها وجودة البزرة دي إيه عشان أضمن أن لها إنتاج عالي انتهاءاً بأنها تمر بكل مراحل التداول لغاية ما تبقى عيلبة الصلصة اللي هو بيشوفها في السوق فمسألة المتابعة دي طبعاً قسي عليها كل السلع بقى يعني من الأمح سواء محلي مستورد سواء لحوم بنجيب جزء منها دلوقتي بنجيبه من السودان بلد شقيق والحقيقة بنقدر نغطي جزء مستلعك اللحوم السوداني عامل شغل كويس وجودتها عالية جداً والحقيقة اللحوم المجمدة برازيلي جودتها عالية جداً جداً بالنسبة وسعرها الحقيقة يعني أكثر أنا جربت منها اللحمة المفرومة كويسة طبعاً هقولك على حاجة اللي الناس ما تعرفوش أن تقريباً كل الفنادق الكبيرة جداً بتستخدم اللحوم المستوردة اللي هي المجمدة يعني عشان بعض الناس بتصور اللحوم المجمدة دي حاجة يعني بالعكس النهاردة الناس بتدور على اللحم المجمد لأنه جاي من مزارع طبيعية ومراعي طبيعية وفيها يعني دي في كل الأحوال هي التنوع مهم جداً للمستهلك يعني موجود عنده البلدي موجود عنده السوداني بلدي برضو موجود عنده البرازيلي المجمد موجود طب إحنا بما أننا داخلينا على أيام السمك هو اللي هيحتل يعني خلينا نقول هيكون قبل اللحمة هيكون السمك لا السمك الحمد لله عندنا احتياطي منه يتجاوز أربع شهور جيد جداً ثاني حاجة احنا عندنا انتاج ما زرعنا بقى السمكية الجديدة دي عملت طفرة يعني أنا لما أتكلم على السمك الشعبي بتاعنا اللي هو البولتي أو المكرل أو البوري لما تعرف أن البولتي النهاردة مثلاً في حدود متوسط 25 جنيه للكيلو البوري في حدود 55 جنيه ده أنا متوسط برضو فيه أقل وفيه أعلى المكرل اللي هو الأصلي الأصلي مكرل ده نوعين في حاجة اسمها أصلي في حاجة كذا فأربعين 45 جنيه توسط أسعار جيدة جداً للأسماك في السوق وفرة عالية جداً الحمد لله نيجي بقى للآلية بتاعت التدخل السريع اللي هي المعارض اللي هي احنا بنستقبل بيها المواطن بكلمة أهلاً فتلاقي عندنا أهلاً رمضان أهلاً مدارس فيه بعد كده أهلاً منسبات أخرى أهلاً رمضان السنة دي الحقيقة له طبيعة خاصة لأن الفعاليات بتاعت المعارض المركزية اللي هي الناس كانت بتروحها زي معرض قاعدة المؤتمرات أو الشوادر أو المعارض في المحافظات طبعاً نتيجة الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت عشان مواجهة فيروس كورونات لغت كل الفعاليات دي فكان لازم نلاقي علية بديلة عشان توصل نفس الامتيازات للمواطن الحقيقة برضو كان من يعني زي ما نقول من حسن الطالع أن احنا كنا مستعدين بالفعل كويس أن احنا جنب معارضنا المركزية نبقى فيه معارض جوه السلاسل التجارية فتوسعنا فيها زيادة جوه السلاسل التجارية الكبيرة جوه السوبر ماركت الكبيرة أو هايبر الكبيرة كل السلاسل التجارية في مصر هتلاقي فيها أهلاً رمضان بالأسعار اللي انا قلتها دي تقريباً كل السلاسل التجارية في مصر أو معظمها يعني لا كلها لا كلها اه كلها مش معظمة كلها كلها يعني جوه لكل سوبر ماركت كبيرة هتلاقي أهلاً رمضان البانر موجود والمنتجات موجودة بالأسعار اللي احنا قلناها دي كلها متفقين مع الناس على الأسعار دي بعتنا أسعارهم قبلها إحنا معنا 1800 سوبر ماركت مشارك معنا يعني معنا كده أنه إحنا وغدين بالنا من الإجرارات الاحترازية مش هنلاقي تجمعات في معارض زي ما كان بيحصل في السجر مفيش حاجة اسمها معارض اللي هو مكان كده أو شادر أو شادر لا ده تلغى خلاص سنة دي حقا تخش السوبر ماركت اللي انت بتخشيه طبيعي حتلاقي منتجات أهلا رمضان موجودة بالأسعار اللي أنا بتكلم فيها دي تزيد أو تقل حسب الفرايتي أو حسب التنوع وده طبعا عشان متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية متابعة وعشان كمان ديكات أنا قلتلك إحنا كنا بدئين يعني إحنا حتى قبل ما تتليغ الفعاليات كنا بدئين أن إحنا ننصق مع السوبر ماركت بحيث أن أنا أوسع قعدة المنافذ